بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في سلسلة فيديوهات ويندوز في هذا الفيديو سنتعلم كيف نقوم بتثبيت ويندوز على جهاز حاسوب بداية من أن نأتي بهذه الويندوز من الأفضل أن نأتي بها من موقع ميكروسوفت أغلب من يقومون بتحميل الويندوز يذهبون إلى مواقع كثيرة المواقع كثيرة تضعوا لكن تلك النسخ إما قديمة وتحتاج إلى تحديثات كثيرة مما يسبب المشاكل للجهاز والنظام وإما بها فيروسات أو ملفات تجسس عندما نأخذه من مواقع أجنبية فقد تكون ملغمة ببعض الاختلاقات والفلوسات أو ملفات التجسس لدينا نثب مباشرة عند صانع البرنامج هو ميكروسوفت نتأكد من شعار الشركة نكتب تحميل ويندوز بكل وساطة ثم ندخل إلى هذا المكان عندما ندخل إلى هذا المجال نجد في الخيار الأول فوق وهو التحديث تحديث تحديث الآن يعني سنقوم بتحديث النظام مثلا تبتنا ويندوز أخذنا من أحد المواقع فينزموا تحديثات كثيرة لا داعي لانتظار التحديثات عبر الانترنت هذا الأمر يأخذ وقت وفيه مشكل نذهب مباشرة إلى التحديث الآن ما يهمونه هو هذه تنزيل الأداة الآن إذا كانت لغة أخرى ستكون هنا ستكون بمعنى تحميل هذه الأداة نقوم باختيار تنزيل الأداة ثم نقوم بتسجيلها سبقا وأن حملتها هي هذه ليست بالكبيرة 18 ميجا فقط ننقر عليها بهذا الشكل نعم تعمل نتركها تقوم بهذه العملية عملية التحميل ونعود إليها لأن الأمر يأخذ بعض الوقت نعود إلى هذه الواجهة واجهة الويندوز متى تظهر هذه الواجهة تظهر إذا نقرنا على الإيزو الذي سنقوم بتحميله أو اليوسبي وتظهر إذا أقلعنا بالجهاز واخترنا يوسبي عندما يقلع الجهاز يجب أن ننطلق من اليوسبي إذا كانت يوسبي على اليوسبي ومن الديفيدي إذا كانت على الديفيدي كيف ننطلق به نراجع الحاسوب موضيلة نكتبه على الانترنت هنا نبحث كيف نقلع غالبا تكون F9 أو بعض زر محدد نضغط عليه فيخيرنا من أين نريد أن ننطلق أو أن نشغل هذا الجهاز فأختار مشغل الذاكرة USB فتظهر هذه النافذة نعود نحضر البرنامج قلنا دخلنا إلى موقع ميكروسوفت نزلنا الأدات هذه الأدات أختار موافق Accepting سأبعدها إلى أن تنتهي العملية ونعود إلى هذه النافذة قلنا هذه نفذة الويندوز كما تشاهدونها تظهر هذه النافذة هنا اللغة هذه الويندوز قمت عند تحميلها أخترت هذه أنا أخترت اللغة الإنجليزية لأن عند التحميل من الموقع نختار لغة واحدة عكس بعض الأقرص التي تحتوي إلى لغة أكثر هنا التوقيت ونوحة المفاتيح لا تهم إلى أن نقوم بعملة إعدادها لاحقا نبدأ العملية ولكن ننتظر نعم قد انتهى هذا هو البرنامج الذي قمنا بتحميله من هذا الموقع نتمم العملية ماذا سنفعل الآن؟ هنا متخ نيفو وهو عملية التحديث رأينا قبل قليل لا تهمنا قد تهم البعض لمن يريد تحديث تفع واحدة ولكن ما يهمنا هو لا تهم اللغة المهم الخيار الثاني الذي سيعطينا إما هنا اللغة التي أريد أن أحمل بها الويندوز اللغة الفرنسية ويندوز 10 و 24 لماذا أعطاني هذه الخيارات؟ لأن نفس اللغة التي عندي على الحسب إذا مثلا أردت لغة أخرى لأن في الحالة التي سنقدم الآن أنا أعمل عندي ويندوز فرنسية ولكن قمت بتحميل ويندوز إنجزية ماذا أفعل؟ فقط أقوم بإفراغ هذا الخيار عند إفراغ هذا الخيار تفتح اللغة الأخرى ويمكن لتحميل أي لغة أريد هنا يبقى ويندوز 10 وهنا 32-64 من الأفضل إختيار 64 أقوم بإغلاقها ثم سويه لا توهم ألغة المهم هذا تقدم هنا على USB أو ذاكرة التخصي أو صيغة ISO عندما نختار USB تظهر هنا ليست عندي أهل الحسوب لم أضع يجب أن تكون 8 جغا في المفوق من الأفضل 16 جغا حتى تبقى مرتاحة في العمل تظهر هنا نقوم بفرمطتها يسألنا هل أنت متأكد ثم تبدأ عملية التثبيت هنا الإيزو نفس الطريقة فيسألنا أين نريد تخزين هذه الإيزو هذا كل ما يتعلق بهذه الأدات قمنا بهذه الأمور حملنا الويندوز على USB مثلا نأخذ تلك USB أو تلك أو تلك ذاكرة تخزين USB فنضعه على الحسوب نقوم بإعادة تشغيل الحسوب عند إعادة تشغيل الحسوب نضغط على الزر الذي يعطينا خيار من أن نريد أن ننطلق USB أو غيره في بعض الأحيان قد نأخذ الزر المهم ندخل البيوس نجتهد حتى نرتب تلك المدخلات التي تدخل على المعلومات فنحاول أن نضع USB هو الأول لا يهم المهم ما هي هذه النفذة نبدأ العمل الآن نختار Next ركزه جيداً الأمر بسيط ومعقد في نفس الوقت ريبتر هنا إذا كانت أي إصلاح في بعض الأحيان تكون مشاكل من الأفضل الجنوبة نريد أن نثبت ويندوز جديدة نختار تثبيت الآن نستلي متنو أو نستنو لا تهم اللغة دائماً أقول لا تهم اللغة لكي نستطيع العمل على أي حاسوب بأي لغة كيفما كانت اللغة عملية في بعض الأحيان قد يأتيك شخص بحاسوب يريد ويندوز بالألمانية أو الإيطالية فلا داعي لقراءة من يكتب المهم التركيز على أماكن النقر وهي واضحة وبسيطة هنا لدينا إذا كانت عندك رخصة هناك من اشترى ويندوز عنده الأرقام السري فلا اكتبها هنا من لم يشتري بعد وليست نسخة اشترى فلا اختار أيضاً بهذا الشكل هنا ويندوزات كثيرة هم اختاروا التي اشتريتم مثلا اختاروا هم أو اختاروا هم أو ادوكيشن أو برو اختار هنا برو مثلا ثم ملاحظة بسيطة لاحظوا جيداً ما اعمل عليه انا هنا هو مشغل ويندوز وهمي يعني لا تكترثوا ولا تهتموا بهذه الأزرار بهذه الأمور هذا ويندوز وهمي اعمل عليه لم يكن بإمكاني التسجيل ما استجيل الآن لو كنت اقوم بفرمطة حساب حسوبي لما تمكنت من التسجيل لن يكون عليه نظام ولا برامج ولا ايش نعمل في هذه الحالات بهذا النوع من الوهمية يعني ما يهمنا هنا هو تي الشاشة الزرقاء ركزوا فقط على تي الشاشة الزرقاء هنا اختار اكسبتي يعني انا نوافق الامر واضح جداً هنا لدي خياران تجنبوا هذا الخيار ركزوا جيداً معي تجنبوا هذا الخيار هذا الخيار يقوم بعملية تحديث للحاسوب وإعالج المشاكل لكن عندما تكون مشاكل كثيرة ونعيد إصلاح ما هو مدمر أصلاً فالأمور تستقيم نذهب إلى أدفنسد هنا نبدأ هنا ركزوا جيداً جيداً لأن الأمر هنا فيه مشاكل وفيه تعقيدات ولكن سنوضح كل الأمور هنا ما ظهر الآن قد يشبه حاسوبكم وقد لا يشبه قد يشبه حاسوبكم إذا اشتريتم حاسوب جديد فارغ تماماً يعني ستجدون أنه فيه قرص صلب فارغ بهذا الشكل حاسوب فارغ ليس به نظام تغير في بعض أحياناً مساجر تبيعك حاسوب فارغ أو البائع أعطاك قرص صلب فارغ تماماً بهذا الشكل قد يكون بهذا الشكل في هذه الحالة نقوم بإنشاء أقسام بداخل يعني هذه الخمسين سأقسمها سأختار نيو مركز جديد نيو نيو هنا ثم أقوم بالتقسيم التقسيم عندي هنا حاسوب ومي في خمسين جيجان ثم قد تكون خمسمية مئتين وستة خمسون المهم النظام يجب أن تعطوه أكثر من مئتين مئتين تقريباً أختار هنا أكتب هنا خمسة وعشرون لكن بالنسبة لحالتي هنا ليس لحالتكم بل لحالتي لأنني سأعيد العملية أختار القرص ثم نيو نقوم بمسح فقط رقمين أمسح ثم أكتب خمسة وعشرون جيجا الأولى ركزوا جيداً هنا مدى السيدان أصبحوا ثلاثة هذا لا يهمون هذا سيستم يقوم بإنشاء ويندوز لأنهم سيحتاجون لكن فقط خمسين ميجا هذا هو الذي أنشأنا فيه الخمسة وعشرون لاحظوا جيداً هنا هذا لا يحتوي على أي قرص إذا حدث وأن تبتنا النظام هنا عند الانتهاء لن نجد هذا يعني يلزمنا أن نذهب إلى بوست الخضاي ثم ننزل أي منفار ثم جغي يعني عملية معقدة لكي نخرج هذا القرص الصلب لهذا ننشئ قرص في هذا أيضاً لا تطره أقراص دون أن تكون كتابة هنا يجب أن تكون كتابة هنا يجب أن يكون قرص صلب وأن يكون مرقم أختار ثم أختار نيو هنا سأترك خمسة وعشر ثم أبليكي ركزوا ما هذا حدث الآن واحد اثنان ثلاثة يجب أن تكون جميعا مرقما وهنا كتابة هنا كتابة هنا كتابة هنا هذا حاسوب أو به قرص صلب فارغ تماماً لنعود إلى سيناريو آخر السيناريو الآخر هو أنني عندما قمت بالرصول إلى هذه المرحلة وجدت فعلاً أقراص كثيرة القرص الأول، القرص الثاني، القرص الثالث القرص الرابعة المهمة لحسب الأقراص عندهم هذه الأقراص ذات فقط الميغا نقوم بمسحها وإن كان سيستم نمسحها ونمسح معها القرص الذي يحتوي على نظام التشغيل سي سنجد أيضاً مكتوب أمامه سيستم كيف أو ماذا نفعل لكي لا نقوم بمسح نسجل هذا الرقم يعني إذا كان القرص الصلم ستجدون سي وستجدون إثنان وستجدون سيستم ولكن من الأفضل تسجيل مثلاً في ميتين وستونين جيجا أكتبه في ورقة أو أتذكره وأبحث عنها هذا هو الذي سنقوم بمسحه يجب أن نجد هنا سيستم ليس فريماري أن نجد هنا سيستم وأن نجد هنا نفس العدد الذي على سي على الدسك ديور سي أو القرص الصلب سي نفس العدد ولكن قبل عملية الفرمطة ننقل جميع الملفات من هنا إلى هنا يعني عند تشغيل الحسوب نأخذ ملفات الدسك ديور سي أو القرص الصلب سي وننقلها إلى الدي التي في منذ قيمه والتي في على سطح المكتب المهم لا نترك أي شيء لأننا سنقوم بإفراغ هذا القرص سي تماماً سنقوم بمسحه وإعادة إنشاء مجدد يعني سنفقد جميع المعلومات أتمنى أن تكونوا قد فهمتم هذه النقطة ننقل المعلومات قبل عملية الفرمطة قبل عملية تتبيه المنجز نفترض أن الحسوب ليس به نظام تشغيل ذا عرض لتخريب أو لخلل فنخرج الحسوب نخرج القرص الصلب ونقوم بالعملية نربطه بألية تشغيل بوسط USB ونقوم بهذه العملية أو نبحث عن طرق هناك طرق هناك نركبه على الحسوب وتدخلنا بنظام تشغيل صغير لنقوم بنقل الملفات المهم ما يهمنا هو ما يوجد في C ينقل إلى D ليست ملفات النظام بل ملفاتهم صور كتب ما لديكم على C ننقله إلى D أو A ثم نبدأ ثم نقوم بمسح هذا ولكن سنجد هنا System وهنا System قد نجد ثلاثة فيها System نمسح جميع الأقرص التي عليها System واحد سيكون بجيجابيت سيكون مائة وخمسون أو مائة ونوعة حسب ما عندكم والأخرى ستكون فيها فقط ميجابيت فنقوم بمسحه نمسح هذا ثم نمسح هذا أيضا لماذا نقوم بمسح هذه الأقرص التي تحتوي على النظام وملحقته لكي نعيد البناء من جديد نعيد هيكلة القرص الصلب ونتجاوز المشاكل قد تكون مشاكل مرتبطة بفيروسات أو بطريقة التقسيم فنعيد التصميم من السفر أو من البداية لاحظوا جيدا ما قلنا سابقا هنا واحد هنا لا يوجد رقم ولا يوجد كتابة هنا وهذا غير صحي يجب أن يكون هنا كتابة وهنا رقم إذن نختار ثم نختار New ثم Application لاحظوا سيتشكل لدينا قرصين هذا خاص بنظام يكون فقط ميجابيت يحتاجه النظام وهذا هو الذي سنتبت عليه نظامنا أو حسبنا بالنسبة لعملات الفرمتة لا يهم يمكن أن نقوم بفرمتة بهذا الشكل ثم نتبت عليه النظام هذا إذا لم نقوم بعمل الفرمتة سيسألنا عندما نشغل الحسب أنا أفضل أن أقوم بالفرمتة قبلا لكي تكون جاهزة للعمل إذن رأينا السيناريو الأول وهو سيناريو قرص صلب فارغ تماما رأينا السيناريو الثاني وهو سيناريو أننا عندنا حاسوب خاص بنا في ديسك دير سي أو القرص صلب سي وأقرص أخرى بها المعلومات هناك السيناريو الثالث حاسوب عندما وصلنا إلى هذه المرحلة وجدناه فعلا وقسم إلى ثلاثة أو أربعة أجزاء ولكن ليس حاسوبنا أشتريناه أو نريد أن نعيده أن نقوم بمسح جميع المعلومات التي توجد بداخلي يعني هو حاسوب بهذا التقسيم من الأقرص ولكن لا تهمني يعني لا يهمني لا سي ولا دي ولا أث ما فيه من المعلومات ليست بمعلوماتي وأريد أن أعيد التنظيم الحاسوب من البداية في هذه الحالة أفضل أن أقوم بمسح جميع الأقرص يعني بما أن الحاسوب لا تهمني معلومتي أقوم بمسح جميع الأقرص انتبهوا جيداً لا يجب أن تكون هنا كتابة وهنا رقم 8 إذا لدي هنا أقراصي فقمت بالعملية من البداية أصبحت عندي أقراص قرصين وهنا الخاص بالنظام في بعض الحالة قد تكون قرصين دفعة واحدة حقيقيين يعني 1sd و 1sdd تخلى الحسو في هذه الحالة أقوم بمسحى الكل وتقسيم الكل وكل واحد يقسم على حسب إذا كانت 1sd مثلاً 256 يمكن أن أقسمه إلى 250 لوحدها والآخر مثلاً في 500 يمكن أن أقسمه إلى 250 لماذا نقوم بعملية تقسيم؟ لماذا نتركه على حاله؟ تجنباً لبعض المشاكل في بعض الحين قد يصاب النظام فلا نضحي بملفاتي نتصوره لو عندنا قرص 500 جيجا مثلاً 1sd وتركناه كما وأصيب النظام فكيف سنصرف الآن ما سيصبح معقد أما إذا كان مقسم فيمكن أن نعيد فرمطة C وننقل ملفاتنا إلى D أو A كان هذا كل ما يتعلق بهذه المرحلة وهي المرحلة الأخيرة لأننا إذا نقرنا على next فستبدأ عملية التثبيت أرجو أن تكونوا قد استفدتم وفهمتم بما يتعلق الأمر يتعلق الأمر لما قلنا بداية بتنزيل هذه الأداة ثم نقوم بإنشاء هذه الـ USB ثم نركبها لحسوب ثم نبدأ عملية التثبيت أو الفرمطة إلى أن نصل إلى هذه المرحلة هذه المرحلة وضحت الفرق أو الفرقات بين كل عنصر وكل جزء من هذه العناصر أو الأجلسات الآن سنختار next من الأفضل أو لنقول من الضروري أن نختار أصغر رقم لا نختار ثلاثة مثلا لدينا هذه الخاصة بالسيستم واحد قد نجد أخرى خاصة بالسيستم 2 كلها ميجابيت ميجابيت ولكن الجيجابيت التي نعرف أننا اخترناها للسيستم وبها مثلا 200 جيجا يجب أن يكون أصغر رقم هنا 2 لا نحسب هذا هذا لا نحسبه قد نختار 2 ثم نختار next فتبدأ عملية تثبيت أنظام كان هذا كل ما يتعلق بعملية فرمطة أو تثبيت الويندوز هناك أمر بسيط وهو مضحف صراحة حدث الأمر مع كثيرين حدث معي مرة واحدة ولكن هناك من حدث معه مرارا وتكرارا وكان يعيد نفس العملية وهو أن نتأكد عند انتهاء العملية هذه العملية لأنها ستنتهي العملية سيعيد التشغيل آليا أن نزيل القرص الصلب أو أن نزيل الذاكرة الذاكرة اليوسبي ماذا يسمونه هنا؟ محرك الأقرص اليوسبي أن نزيل الكلية اليوسبي لماذا نزيلها؟ لأننا إذا لم نقل بإزالتها وعيد التشغيل عند إعادة التشغيل سنجد نفس النافذة الأولى التي كانت في البداية التي فيها فرنسية وفيها ويندوز عشرة وفيها 64 سنعود إلى نفس تلك التي فيها ويندوز وفيها الساعة وفيها الكيبر وفيها لوحة المفاتيح يعني شاشة التثبيت الأولى ستظهر عندما ستظهر سنزيل اليوسبي وسنعيد التشغيل لأن إذا تركنا سنعيد نفس العملية سنعيد الفرمطة المرة الأولى والثانية والثالثة ولن نتوقف لأننا سنعتقد أن الخلل في الحسوب والخلل أن اليوسبي لزادت في مكانها وفي كل مرة يعتقد الحسوب أنك تريد أن تعيد العملية فتعيدها وهذا حدث مع كثيرين لهذا مجرد أن تنتهي هذه العملية ومجرد أن تظهر تلك النفذة الأولى التي كنا قد رأيناها قبل قليل أزيل اليوسبي وأعيد تشغيل الجهاز ثم نتمم العملية بكل بساطة إذا كنا قرب الجهاز فعندما يعيد التشغيل نزيلها ولا نزيلها الآن لأن من خلالها نقوم بعملية التثبيت إذا أزلناها فسنفسد عملية التثبيت هتكون كان كل ما يتعلق بعملية تثبيت ويندوز على جهاز حسوب باللغة الإنجزية ولا تهم اللغة كما شاءتم إنجزة فرنسية هناك أزرار معينة نضغط عليها هناك أمور تقنية ننتبه إليها لأقل ولا أكثر وإلى فيديو قدم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر